شوف موني دي خبات جيتك ضربة يو انا جيت نحيتك دلوقت ايوة بقول ايه انا اصدقف خدن انتي بتكلميني انا امال صندوس ايه ملكنت عبا بي ايه سبتيني اختي خايفة وجعانة تعالي تعالي انا بخال تستني دلوقت خير عايزك تكلميلي الزابط بتاعي الزابط بتاعي؟ ليه؟ هي مجال واستدعم النيابة وعايزين نعرف الاستدعمة ده ليه؟ انا اللي هكلم الزابط انا هقولي وياخدك ويحطك في السين علشان انتي سبتيني انا بقرق معليش يا خالتي؟ حقك على دماغي حقك على دماغي ام الله يرحمها بس والنبي والنبي سيبيني اشوف النصيب اللي انا فيه؟ ما بكلموش نعم يا اختي انت هتعمل يوم علي ولي ايه؟ جايلي من يومين المحل وقتوله ما تكلمنيش تاني ومشي زعلان طب معليش يا جول تعالي عن نفسك عشان خطر الواق لا ينتص فيها حكم غيابي وينحبس ماليش دعوة خدي نمرته وكلميه انتي ما يفعش انا اللي تكلمه ومش هيعمل حاجة انتي اللي لازم تكلميه وتتدلعه عليه عشان يعمل لنا المصلح بعد كده ان شاء الله تقولها افضع ايه اتدلعه ايه ايه بقولك ماليش دعوة مش هيكلمه هو ايه اللي مش هتكلميه ده؟ ليه ان شاء الله؟ كل ده عشان كرامتك يعني؟ لو انتي مش حاسة احنا عملينا عشانك ايه؟ ده احنا ملبسين نفسينا عده عشان متسطرين عليك وكاتبانين على الحرة كلها ومقاسماني في اكلي وشوربي ونومي وحمامي وشايلة همت للنهار كأنه همي يا شيخة ده حتة لما انزلت الصبح وغبتي قلبي وجعني عليك كأنك اختي ولا بنتي كل ده مفيش تقدير؟ وانتي ايه؟ كأن الناس دي كلها مش دخل عندك ما بتحسيش بيوم؟ يا شيخة ايش حال ما كنتش جايالك يعني وبقولك ده انا اصداك في خدمة ده بدل ما تقوليني توقموري ولا من عناية الاتنين زي الناس الجدعان؟ تقولين لأ طبعاً صحيح اللي بيقني كلب بيضمر فيه واللي بيقني انسان بيعده كلب؟ ماشي يا كوريا انا كنت هكلمه لك بس دلوقتي عمري ما هكلمه ايه رأيك؟ الله يسامح انا اكيد ما اسعدش يعني طب حتة قولي مساء الخير ولا انا خلاص بقيت عدوتك مساء الخير يا رجاء استنى هنا رايح فين؟ ممكن تقولي انت بتعملني كده ليه؟ جرايا يا رجاء هو انت عايزة تتخني وخلاص ولا ايه؟ ده انت مش بقيت سلبي وبس وملكش دعوة بكل اللي حواليك لا ده انت كمان بقيت مؤذي وبتغذي كل اللي حواليك ابو طالب بي كان هنا وقالي ان ابو نجوان راح له البيت وهدده وانت لازم تظهر عشان تخلصهم اللي هم فيه وانا مال امي انا بالقضية دي انا سبت القضية خلاص يحلوها بقى زي ما هم عايزين اوكي هم يحلوا القضية بالطريقة اللي هم عايزينها انا بقى بتعملني كده ليه انا ازيتك في ايه؟ اه افتكرت انا الاسطوانة اياها المشروخة دي انا اللي ربيتك انا اللي علمتك بعد ما ابوكو وامبك ماتو وانا اللي ضيعته عمري والشبابي عليك ما كنت عشتي شبابك رجاء وخلصتينا علي قال لي كنت بايتي انسان عادية دلوقتي بدلا ما انت عملت قال ليه دي العيالي عددك مستاشر وعشرين سنة في الليبس وفي الميك ام بايتي حاجة تكسف هلو؟ هلو؟ مين معايا؟ ايه؟ مش فاكر صوتي؟ لا معلش مشو اخد بالي اعموما انت عندك حقات تزعل مني انا اسف يعني عشان المرة اللي جيت تعاملت معاك بطريقة سخيفة المرة اللي فاتت بس معلش عشان كان عندي شوية مشاكل والناس اللي انت شوفتهم خارجين من عندي كانوا يعني جايبين لي اخبار وحشة وبعدان انت طول الوقت بتعملني كده زي ما تكون متهمة عندك وبتحقق معايا فيعني الحاجات دي عصبتني شوية ما تزعلش مني خالص طبعا متهمة ايه؟ بعدين انا مززعلان خلاص المهم انت تبقي كويسة بعدين يا ستي لو في عندك اي مشاكل ما تحكيها لي وانا حتلقيني جملك متشكرة طب عشان ما طولش عليك كان فيه قربتي كوريا اللي انا عايشة عندها يعني اللي شقتها كان عليها مشاكل فاكرها؟ اه فاكرها طبعا الكوفير اه اه خطيبها بقى اسم ابراهيم نوح السيد اه كان جاله استدعى من نيابة وهو قليق قوي عايز يعرف يعني الاستدعى ده عشان ايه فلو تقدر يعني تعرف لنا بسيطة خالص انا بكرة الصبح اول ما اوصل الاسم اشوفلك لو ليه اي محاضرة عندنا تحاولك للنيابة ولا لا ولو فيه هعرفلك ايه السبب بالزبط مش ده رقمك؟ اه اه رقمي رقمي خلاص انا هسجله واكلمك بكرة اقولك ايه الاخبار بس بقولك ايه هتعمليني زي ما بتعملين دلوقتي مش زي قبلي كده؟ لا 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 اكيد اكيد زي دلوقتي يلا باي باي ما بتكلموهش ايه جاتنا نيلة احنا لو بنعرف نتساهوك كده ما كانش دبع حل بتقولي ايه؟ ها؟ بقول مش شكرينا جول العافو يا كوريا اهلو؟ ايما يا بابا ازيه؟ اهلا pronto ازيك يا ست ناجوان لهفتي الفلوس لوحدك وسيبقنا حلنا متبهدل ليه؟ هوف ايه حاجة حصلت؟ اختي ام اتجيلها فشل كالوي ورق ده في المستشفى يانها ربيض فشل كالوي مرة وحدة؟ اョمة المرتين؟ او مرة وحدة محتاجة غسيل كله وتمن مرات في الشهر بتمن تلاف جنيه الجلسة الوحدة بألف جنيه مش مهم الفلوس أنا حبعتلك بس المهم مما تبقى كويس بلى ستين نيلة اهراء ده مين بقى يا أخت اللي حيصرف على البيت ان شاء الله مقدمناش غيرك ابعتنا كل شهر التمن تلبت والغسيل وفوقيهم كم ألف كده لمصاريف إخواتك مصاريفهم بقت تقطم الوسط طيب حاضر يا بابا أنا حبعتلك على وسط ريونيو زي المرة اللي فاتت المهم خلي بالك من مام يلا باي دلوقتي ها باي 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 جا تكنيلا في لغات أمك ما تقولي مع السلامة يا دي النقهد اللي أنا فيه إيه السعروها أفتح طيب طيب إيه ده جاي بنهالي كده ليه أنا لا أبعرف أكل ولا شرب ولا طفح ولا عند نص جنيه في البيت حتى إيه اللي هيكرمك يا ابو نجوان أنا مش طالبة يا أخويا غير أن أتريم على فرشيتي والدكتور قالي أن أنا هتحسن بعد الغسيل انجزيلي يا أخت هاتيلك إرشيد تغسيلي بيهم إيه ده؟ أنت بتكلمها كده إزاي؟ واحدة عينا قدامك يا أخي عندها فشل كلوي قولها ربنا يشفيكي إن شاء الله تقومي بالسلامة مش عمال تسهم بدلها كده بكلامك جرى إيه يا أختي؟ أنت عتعمليني فيها قبل فيتها وتوعزينها ما تغور في داهية واحد بيتكلم مع أمراته إيش حشرك أنت عالش يا بنتي نسحية في يد حقيك علي حقيك علي بنا يكون فعونك يا مونجوان السلام عليكم يا أخت جمالات مين الرجل ده؟ ده الشيخ ناصر يا سندس أنا بحب الشيوخ قوي 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 عارفها ليه؟ ليه؟ علشان بيودونا نحك ويعلمونا نقول إيه؟ أنا هحك إيه؟ إن شاء الله ربنا يكتبها لك يا ستة سندس بعد ذلك يا أختها كنت حابب ألفت نظرك لحاجة بسيطة كده اتفضل هذه المجسمات الموضوعة في باترينات العرض المسمى بالمريكانات ألت هلين فيها فتنة؟ يعني إيه؟ هذه المجسمات ألت هلين فيها فتنة؟ فتنة؟ دي بلاستيك أفهم هذا جيداً ولكنها منحوطة بمهارة كأنها أنسة متفجرة الألوسة ملفوفة القوام وشباب منطقتنا من الفقراء من من يصعب عليهم التوفير للنفقات الزواج لمشاهدة النساء الحقيقيات وأنا بعيني شاهدت كثير من أبنائنا سائق التكاتئ وهم يهدقون السرعة ليتأملوا أعزي المجسمات والعياذ بالله العياذ بالله؟ يعني هو أنا صحيح مش روح ما ولا كلمة من اللي حضرتك بتقوله بس واضح إنه كلام مهم ولكنني وقفت أراقب المحل طويلاً حتى وجدته خالياً وتجرأته وقلت أكلمك لا أنا مش متضايقة خالص بالعكس حضرتك يعني بتقوم بدورك شيخ في القريقة في المنطقة قصدي والله خير القيام يا أخت جمالات أقيم الشعائر وأقيم الصلاة وأم المصلين كل هذا نزير 750 جنيه شهرياً بكافة مجتملاتي مجتملاتي ما شاء الله تبارك الله تبارك الله بارك الله وفيك بعد إذنك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على مهلك وانت ماشي الرجل ده عايز إيه؟ اش عرفني بيقولي لازم ألبس المنكنات مكنات؟ لبس المكنات ويشتغلوا إزاي؟ هو أنا أقصاك أنت كمان حرم عليك خذ يا حبيبك وردي عالت الفور علم صباح الخير صباح النور كويسة النهاردة ولا لسه مضغوطة؟ لا كويسة بقيت أحسن أنا خليتهم دوروا على القضية بتاعت إبراهيم نوح ده وطالع معمول فيه بلاغ بسرقة ميكروباص بس هو طبعاً اتهام من غير للشهود ولا أي حاجة وعشان كده يتعملوا استدعم مش ضبطوا إحضار بس طبعاً لازم يروح وينكر عشان ما تتعملش حضايا وتحكم عليك غيابك خلاص حاضر أنا هقول لي كوريا عشان تقوله ومتشكرة أول حضرتك تعبتك معايا حضرتك؟ أول حاجة ما تقول ليش حضرتك ثانية ما تشكرني بش وأنا عايزك تخلي بالك من نفسك هي أحسن طريقة تشكرني بها خلاص ماشي يلا باي باي مالك يا بيت ساهمت كده ليه؟ صح صحي لأكل إيشك لحزان بعدنا أقوبة قصارك تتحط شوية زيت عليهم حت الدهن جاموسي دهن جاموسة؟ آه عشان يدوا ريحة وبعد كده تروح فق على الكبدة والسجوء وردمهم فيلف الأخضر وطماطم وبوهرات لما تيجي تعبي بقى ما تدبش السكينة في الرغيف لحد آخره عشان ما يبهوقش ويطلب مونة زيادة بص نص فتحة وتمسك المقصوصة ويدوب شوف لحزة كبدة وتكمل بتحينه الكيلو يعمل معاك من ثمانين لمية رغيف أقل من كده تبقى أحمار اسمع يود منه وما تصدرش الطرشة يا ولا شوفوا بيشتغل الناس إزاي عشان ما حدش يشتغلك يا عبيب مالك زيجون هاكل إيه؟ مخل تبدله مخلل على قد ما تقدر المخلل بيضيع طعم الرغيف الحاجة يأكل اللي يأكل يا أخويا ما إن شاء الله ما أكل هو الرغيف أبو كيلو كبدة واثنين كيلو سجوء يا أخويا إزاك أمو سوك؟ إزاك يا سوك؟ تعال هي معاوزانك إيه خير؟ القضية اللي عليك تلعيد بتاعت سدقة الميكروباص والودي الزاب بتقليل بيت جمالات إنك لازمن تروح حشان ما تنتصش فيها حكم وبيقولك كمان لازمن تنكر ما هو ما فيش شهود ولا حاجة، ماشي؟ ماشي، هروح بكرة أشوف الموضوع ده ماشي، هروح بكرة أشوف الموضوع ده بس ما موضوع البيت مع الزابط المنطقة دقيقة يا كوريا والحريحة عتفحفة قدي هنفعتك يا أخوي كنت هتعرف مين اللي فيها لو كانوش بيكلموا بقى أشت؟ تعال ما فيها مصلحة أشت؟ البيت يا أخوي عملت واشوش في الواد كأن إحنا غربة، هو إحنا غربة يا ولات احنا أغرب يما وخليكي بحارج بقى الله يخرب بيتك يا كوريا كوريا هتولع في أم اللي جابولك اجري يا موضوعك